بعد تصريحات بتهاجم الدين الإسلامي وبتصل لإهانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعتذر عن ذكر تفاصيله لإثارته البغيضة والكراهية وقصوة ألفاظه وتشبيهاته هاشتاغ عقب زكريا بطرس لشتم رسول الله وهاشتاغ إلا رسول الله بيشتاح منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا بمصر للمطالبة بمحاسبته وعقابه والتبرق منه من قبل المسيحيين بزاد أنفسهم ومن بين تعليقاتكم على القضية كان مونير وصفي كتب بسبب هذا الكلام الذي أشمأز من سماعه فليس من الدين أن أصل لهذا السفه وصلاتة اللسان حر في اختيار عقيدي ولكن ليس حرا في هذه السقافات فدين المسيحي لا ينص على ذلك ولكن احترام الجميع حتى من لا يدينون بدين سمائي فما بالك بإخوتنا المسلمين هذا الموتور يجب عقابه ليكون عبرة أما حسانيا اللي اقتبس جزء من حديث نبوي شريف للرد على الكاهن زكريا بطرس فقال فليقل خيرا أو ليصمت speak a good word or remain silent أما بالنسبة لمتحة عشور فعلق وقال المشكلة اللي زيه فاكر أني مصر مسلم ومسيحي أخسم بالله مصري دي يعني طريقة واعتقاد يعني أنا لما بقول أنا مصري يعني دي اعتقادي مش بلدي ياريتي فهموا أنه مصري يعني طيب وإنسان مهما تغير علينا الظروف اللي زيه ملفوظ من بيننا مهما كان بقى مسيحي أو مسلم البعض الآخر اكتفى بهاشتاغ عاقبو زكريا بطرس لشتم رسول الله وإضافة صور مثل اللي ظاهر أمامنا على الشاشة طبعا تصريحات الأب زكريا بطرس دفعت الكنيسة القبطية الأرتوذكسية بمصر للتبرؤ منه ومن أقواله وفي أول رد رسمي لإلها نشرة بيان آلت فيه تم انقطاع صلة بها منذ أكثر من 18 عام وأنه كان كاهم بمصر وتم نقله بين عدة كنائس وقدم تعليم لا يتوافق مع العقيدة الأرتوذكسية لذلك تم وقفه لمدة ثم اعتزار عنه ومن ثم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث تعلم تعليما غير أرتوذكسي أيضا واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره وأضاف نحن من جهتنا منرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها ما بتتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل أخوتنا المسلمين بطرس من مواليد محافظة البحيرة بمصر عام 1934 يعني عمره صار تقريبا 87 سنة وبالإضافة لتصريحاته الشازة والمعادية والموسيئة للإسلام ونبيه يلي هي شغلته الشاغلة بتحريفه الآيات القرآنية والسيرة النبوية وأحداثها عبر ظهوره الإعلامي بقى هل هيك أنواع من الشخصيات والتصريحات ممكن تخلق فتنة أو عداء بين المسلمين والمسيحيين ولا هدفه فقط بس كسب وجذب الشهرة لنفسه بأي شكلين كان